بخلافة سجل الدموي والتاريخ الأسود للجماعة الإرهابية فقد شهد عام حكم الإخوان أزمات طاحن عاشتها مصر ربما يأتي من أبرزها أزمة الوقود والتي كانت من أكبر الأزمات التي شهدتها الدولة حيث عانى الشارع من أزمة في نقص الوقود في كل ربوع مصر وعانى المواطنون من نقصه في مختلف محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية هذا فضلا عن أن الجماعة كانت تقوم بتهريب الوقود إلى حلفائها في قطاع غزة في الوقت الذي كانت تعيش فيه البلاد أزمة وقود وكهرباء أيضا فقد عاشت مصر خلال عام حكم هذه الجماعة الإرهابية في ظلام بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والتي كانت تستمر لساعات طويلة أو طوال اليوم في بعض المناطق هذا فضلا عن أزمة الغاز واختفاء أنبوبة البتجاز وغيرها من الأزمات التي عاشتها مصر سيظل الشعب المصري والتاريخ شهدين على جرائم جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها الذي استمر عام عام كتبت فيه هذه الجماعة تاريخا إرهابيا وأعمال عنف وجرائم ستظل محفورة في ذاكرة المصريين والعلانة نتذكر سويا الأحداث الدموية أمام قصر الاتحادية والتي ارتكبها التنظيم الإرهابي في الرابع من ديسمبر من عام 2012 فيما عرف بأحداث الاتحادية وهي التظاهرات التي خرجت من جموع الشعب وقتها احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أقره محمد مرسي في 22 من نوفمبر 2012 ولكن قيادات هذه الجماعة مارست البلطجة ضد المصريين ما أصفر عن مقتل عشرة أشخاص من بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة أكثر من 700 شخص اشتركوا في القناة